السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز المشاهد المحترم صدق او لا تصدق عبد الملك الحوثي بيتحدى امريكا واسرائيل ويعلن حظر الممرات المائية عليهم اوالله العظيم ده خبر نقلوا موقع الجزيرة نت الخبر قدام حضراتكم اهو من كلمة عبد الملك الحوثي الجعجاع اللي نقلتها قناة المسيرة الحوثية امبارح حلقتنا ان شاء الله هتكون عن تفاصيل كلمة عبد الملك الحوثي دي وعن السيناريو المتوقع القادم فيلا نبدأ بسم الله الدور اللي بيلعب الحوثي كوكيل لايران في المنطقة واللي واضح جدا انه ما بيدفعش اصلا عن مصلحة اليمن بقدر ما بيشتغل في خدمة الاجندة الايرانية الكبيرة اللي بتهدد استقراره وامن المنطقة ككل دور معلوم لا يشك احد ابدا في قذارة هذا الدور تعالوا بينا نبدأ نشرح الموضوع بالتفصيل وبالطريقة اللي توضح لحضراتكم ان الحوثيين بيلعبوا دور خطير جدا في الصراع الدائر في المنطقة وازاي انهم مجرد اداة فقط بتستخدمها ايران لتحقيق اهدفها عبد الملك الحوثي زعيم ما تسمى جماعة انصار الله وهم في الحقيقة انصار الشيطان بقى معروف ان جماعته دي مش مجرد جماعة يمنية بتحارب ضد اللي بيسموه العدوان لكنهم في الاساس وكلاء لايران في اليمن وفي المنطقة بشكل عام طول الوقت ايران بتستخدم الحوثيين ومعهم طبعا حزب الله في لبنان علشان يعملوا ضغط على دول الخليج وخاصة السعودية والامارات اللي هما خصوم اقليميين لايران الجماعة دي بتاخد دعم عسكري ولوجيست كبير جدا من ايران بداية من الصواريخ الباليستية وصولا للطائرات المسيرة اللي بتستخدمها لضرب الاهداف في السعودية وفي اليمن الكلام اللي قاله عبد الملك الحوثي بخصوص ان البحر الاحمر وبحر العرب وخليج عدن بقت مناطق محظورة على امريكا واسرائيل الكلام ده يعتبر تصعيد خطير وكلام هبل وعبط في نفس الوقت لانه ما يقدرش يعمل كده البحر الاحمر ده واحد من اهم الممرات المائية في العالم لانه بيعد منه جزء كبير من التجارة العالمية بما في ذلك البترول اللي بيتم تصديره من الخليج فتهديد الحوثيين ده ما بيهددش اسرائيل وامريكا بس لكنه بيهدد لاستقرار الدولي والتجارة العالمية وبيخلي المنطقة على حافة الانفجار ايران بقالها سنين بتحاول تسيطر على مضيق هورموز اللي بيعد منه جزء كبير من تجارة النفط في العالم ومع دعم الحوثيين في اليمن بقى عندها فرصة كمان انها تسيطر على باب المندب اللي هو ممر مهم جدا في البحر الاحمر فايران بتستخدم الحوثيين كأداة لتوسيع نفذها وده بيشكل خطر على كل الدول اللي بتعتمد على المرور الامن في الممرات المائية دي الجماعة الحوثية دايما بتتكلم عن انها بتحارب من اجل السيادة اليمنية لكن الحقيقة انهم مجرد اداة في ايد ايران الحوثيين ما بيحربوش يا اخواننا زي ما قلنا لمصلحة الشعب اليمني خالص ولا حتى علشان فلسطين ولا تهمهم فلسطين زي ما بيقولوا لكنهم بيحربوا لتنفيذ اجندة ايران في المنطقة ده الاصل عندهم وده بيظهر بوضوح في الكلمة اللي القاها عبد الملك الحوثي اللي بيقول فيها انهم بيدعموا غزة ولبنان وحزب الله الدعم ده مش من منطلق العروبة مثلا او من منطلق محبتهم للقضية الفلسطينية لكنه من منطلق ايراني بحث ومصلحة ايرانية ايران بتستخدم الحوثيين زي ما بتستخدم حزب الله في لبنان كادوات لتوسيع نفوذها وضرب خصومها الاقليميين الدعم اللي الحوثيين بيقدموه لفلسطين والحزب الله ما بيعبرش عن موقف مستقل لكنه جزء من مخطط ايراني اكبر لتطويق دول الخليج والسيطرة على المنطقة العمليات اللي نفذتها جماعة الحوثي باستخدام 39 صاروخ باليستي ومجنح ومصيرة خلال الاسبوع اللي فات هي دليل على انهم بيستخدموا التكنولوجيا الايرانية لضرب اهداف مش بس في اليمن لكن كمان في المنطقة بشكل عام الصواريخ دي اخواننا جزء من التصعيد اللي ايران بتديره من بعيد واللي بيهدد استقرار وامن دول زي السعودية والامارات على سبيل المثال الحوثيين عندهم ترسانة صاروخية ايرانية ودي بتمثل تهديد حقيقي على الامن القومي لدول الخليج العمليات العسكرية دي بتتم بشكل منظم وبتنسيق كامل مع الحرس الثوري الايراني والهدف منها مش تحرير اليمن ولا حتى دعم الشعب الفلسطيني لكن الهدف من ده كله هو توسيع ديرة الصراع في المنطقة الحوثي بيحاول يظهر ان الصاروخ فلسطيني اتنين اللي تم الاعلان عنه هو انجاز لجماعة الحوثي لكن الكلام ده خطأ والحقيقة ان الصاروخ ده انجاز ايراني بامتياز ايران بتمد الحوثيين بالتكنولوجيا العسكرية دي علشان يقدروا يوسعوا نطاق تهديدهم لدول الخليج وحتى الاهداف اسرائيلية لكن في النهاية الهدف زي ما قلنا مش تحرير فلسطين لكن الهدف هو توسيع الهيمنة الايرانية على المنطقة ايران بتستغل الجماعات المسلحة زي الحوثيين وزي حزب اللات علشان يحققوا من خلالهم اهداف ايران الجيوسياسية وللأسف الجماعات دي بتبيع الاضايا الوطنية والدينية اللي بتتكلم عنها مقابل دعم ايران ليهم لازم نفهم كويس جدا يا اخوانا ان الحوثيين وحزب اللات ده وجهين لعملة واحدة فالتحالف اللي الحوثيين بيقولوا انهم ملتزمين به مع حزب اللات هو جزء من اللعبة الايرانية في المنطقة حزب اللات في لبنان بيلعب نفس الدور اللي الحوثيين بيلعبوه في اليمن لانه خادم وفي لمصالح ايران الجماعاتين دول بيشتغلوا لصالح نفس الاجندة اللي هدفها الاساسي هو زعزعة استقرار المنطقة وضرب بخصوم ايران الاقليميين حزب اللات والحوثيين عندهم نفس الادوات العسكرية تقريبا الصواريخ الباليستية الطائرات المسيرة القدرات اللي بتيجي من الدعم الايراني المتواصل نفس الامكانيات هنا وهناك التحالف اللي بينهم ده مش لتحرير فلسطين زي ما بيحاولوا انهم يروجوا بده لكنه تحالف لزيادة نفوذ ايران في العالم العربي وبالمناسبة الدعم اللي الحوثيين بياخدوه من ايران مش سر لا كل التحليلات العسكرية بتأكد ان ايران بتمدهم بالاسلحة ده بشكل علني والصواريخ اللي بيستخدموها لضرب اهداف في السعودية جاية اصلا من مصانع ايرانية فالحوثيين بيهددوا الامن القومي للسعودية طبعا بشكل مباشر وعلني وده بيدل على ان الجماعة دي ما بتمثلش اي مصلحة لليمن بل هي خطر قبل ما يكون على جرانها فعلى اليمن نفسه كمان من ضمن الاساليب اللي بتستخدمها جماعة الحوثي الاعلام المضاد واللي دايما بيحاول يقلب الحقائق ويصور الحوثيين على انهم جماعة مقاومة للعدوان الخارجي لكن الحقيقة انهم اداه لايران والممارسات اللي بيقوموا بها بتهدد مش بس امن اليمن زي ما قلنا لكن كمان امن الدول المجورة الجماعة دي اخواننا بتحاول تستخدم الخطاب الديني والقومي للتغطية على اجندتها الحقيقية الخبيثة اللي هي تنفيذ المخطط الايراني فمهما سمعت من كلام لهذا الحوثي فهو ضراط في الهوى ليس له اي قيمة الحوثي جماعة خائنة جماعة بتشتغل ضد مصالح اليمن اللي بيزعمه انهم بيشتغلوا علشان مصلحة هذا البلد طيب ليه الولايات المتحدة الامريكية مثلا مش ادرة انها تكف شر الحوثي هل ده يصعب على الامريكان؟ لا والله ابدا امريكا لو حب انها توقف هذا الحوثي عند حده لفعلت في نفس الوقت لكنه محطوط زي ما قلنا كفخ لدول الخليج خاصة السعودية والامارات علشان يضرب مصالحهم في المنطقة فنسأل الله ان يطهر بلادنا من هذه الجماعات الحزبية العفنة وان يحفظ بلادنا كلها من كل شر وان يوفق قلطة امورنا لما فيه الخير ولما فيه مصالح البلاد والعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة